إذن متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل والمهم وكما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة من خلال هذه الصور لتوصلنا بها قبل لحظات قليلة فقط لأحد السيارات التابعة لمرتزقة البوليزاريو والتي تم قسفها وتدبرها في شمال موريطانيا ولاحظوا معي متابعينا الكرام دائما فشكا أقول لكم على أن شمال موريطانيا امتر وما يكن لحضور الجيش الموريطاني هل لك أنقصدها الصورة لك أنقصدها لاحظوا معي متابعينا الكرام على أن المرتزقة البوليزاريو جايبين معهم مولدات كيفما كتشفوه هنا وديرين خيام كيفما كتشفوه هنا أي أنهم عوالين على أنهم يصوطنوا في شمال موريطانيا ويبقوا ثم لمدة طاولة حتى يلقوا الفرصة باش أنهم يحاولوا يدخلوا للمنطقة العازلة المغربية من أجل القيام بعمليات إرهابية كما حدث في أصمارة لكن طبيعة الحال الدرون قامت بالواجب وقامت بتدمير هذه السيارة وأنباء عن مقتل حوالي 3 إلى 5 عناصر من المرتزقة البوليزاريو كانوا في هذا المكان وطبيعة الحال سنوريكم بالتفاصيل على أن هذه السيارات استعملوها مرتزقة البوليزاريو وهذه السيارة معروفة على أنها سيارات طيوتا هيلوكس كيستخدموها مرتزقة البوليزاريو كيفما كتشفوه هنا هذه أحد الصور ديال مرتزقة البوليزاريو مع سيارة طيوتا هيلوكس وسبق لينشرت هذه المسائل بالتفاصيل في الماضي وطبيعة الحال لا بد من أننا نعيد التأكيد على أن هذه ماشي سيارات مدنية وإنما سيارات كيستغلوها مرتزقات البوليزاريو من أجل الدخول للمنطقة العازلة لكن الطائرات المسيارة بتبعت الحال لهم بالمرصاد فالقصف كان في منطقة تسمى بزغولة في شمال موريطانيا وأيضا هنا صورة أخرى متبعين كرام باش نذكركم شوية بالقرقرات هذه الصورة كانت في القرقرات والمرتزقات البوليزاريو اللي كانوا كيجيوا للقرقرات عن طريق سيارات طيوطة هيلوكسية نفس السيارة اللي كتشوفوا هنا المدمرة والتي قتل فيها عدد من مرتزقات البوليزاريو وكما قال بطبيعة الحال السفير عمر هيلال فإن هذا الألعاب لن تنطلع علينا وكان كيقصد بطبيعة الحال أن محاولات استخدام مرتزقات البوليزاريو لسيارات مدنية من أجل أنهم يدخلوا للمنطقة العازلة لما غادش نطلع علينا بأي حال من الأحوال ولاحظوا معي بطبيعة الحال متبعين الكرام كيفاش أنهم جايبين معهم مولدات وديرين معهم خيام وكسناه فقط الفرصة باش أنهم يدخلوا أو يحاولوا يدخلوا للمنطقة العازلة انطلاقا من شمال موريطانيا ولاحظوا معي أيضا المتابعين الكرام على أنه مكن لا مراقبة ولا تواجد للجيش الموريطاني ولا تواجد لعنصر دارك موريطاني ولا للشرطة الموريطانية ولا هم يحزنون حدود المصرعة عن آخرها شمال موريطانيا لا يوجد فيها مراقبة وبالتالي الطائرات المسيرة المغربية وطبيعة الحال ستقوم بالواجب وكما تشاهدون هنا بطبيعة الحال هذه السيارة التي كانت تابعة لمرتزاقة البوليزاري والتي تم تدميرها في شمال موريطانيا من تراث طيوتا هيلوكس كيستخدموها لمرتزاقة كما ذكرت وطبيعة الحال يحاولون من بعد لأنهم يقولون يشوفوا المغرب يقصف مدنيين ولا كدرب مدنيين وهذا طبيعة الحال عاري عن الصحة وأكده طبيعة الحال السفير عمر هلال في أكثر من مرة من سابعنا الإكرام أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل